بسم الله الرحمن الرحيم قامت الحكومة الكويتية بتحرك جاد لإصلاح الوضع السياسي في البلد عبر تجفيف منابع الفساد البرلماني امتثل أولا في رفع يدها عن التدخل في الانتخابات الرئاسية لمجلس الأمة ثم في وقف ضخ المال السياسي ومحاربة الفرعيات ومحاربة شراء الذمم عبر الرشوة التي كانت موجودة ثم قالت لجميع المرشحين هذا الميدان يا حميدان وليوري كل منكم نفسه ومع اتفاقنا أن الكثير من خطابات مرشح مجلس الأمة الحالي تصفت بالرؤية والفكير والعقل والبعد عن دغدغة المشاعر في خطابات قبلية أو فئوية أو طائفية وقد غلفت هذه الخطابات بإسلوب واضح عقلاني إلا أن بعض الخطابات خالفت هذه الرؤية فمن الخطابات تلك الخطابات المكشوفة المفضوحة التي تسعى إلى غسل أدمغة الناس ومخاطبة عواطفهم لا عقولهم عبر إثارة القبلية أو الفئوية أو الطائفية ومن الخطابات المستهجنة تلك الخطابات التي ملئت بقائمة طويلة من السبش والشتم اللاذع والذي لا يليق برجل يريد أن يمثل الأمة فإذا أردت أن تنقد رجلا انقد الفكرة الناس لما جاءوا إلى ندوتك جاءوا ليسمعوا رؤيتك وفكرك وعقلك ومن الخطابات المثيرة للضحك تلك الخطابات المجتملة على تسول سياسي تكفوا لا تخلوني أنا أود أدعمكم ما قصرت معاكم إقطوا شماغة وعقالة هذه الظاهرة لم تعد تنطل على كثير من أبناء الأسر والقبائل وهم وإن تعصبوا لأسرهم أو قبائلهم لكنهم أخرجوا لنا نتاجا والانتخابات الأخيرة شاهدة على ذلك وللفوز بالانتخابات القادمة لا بد من تحقيق أربعة شروط الاطلاع على واقع الكويت المعاصر ومعرفة هموم الوطن والمواطنين أسلوب وقدرة على الإقناع فقد انتهى عصر أن يعرف القراءة والكتابة فقط الصدق والأمانة وأن يكون ملتصقا بالجماهير طوال الوقت عبر وسائل التواصل أو زيارة الدواوين فلا يعقل أن يختفي فلا يظهر إلا في وقت الانتخابات فقط نراكم على خير